صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء المؤقر قرار رقم 29 لسنة 2016 باعتماد الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات وترسم الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات ملامح سياسة قطاع الاتصالات للثلاث سنوات القادمة بهدف تطوير البنية التحتية للاتصالات وتغطية مملكة البحرين بشكل شامل بالألياف البصرية فائقة السرعة بما يتيح تقديم سرعات عالية وبأسعار معقولة مما ستساعد في التطوير الاقتصادي للمملكة وتؤكد الخطة على أن تنفيذ استراتيجية الحكومة وسياساتها العامة في قطاع الاتصالات وتطويره هي استكمال للإنجازات والنجاحات التي أحرز هذا القطاع بما يعزز الازدهار البحريني وللمحافظة على المركز الريادية الذي تبوأته مملكة البحرين في قطاع الاتصالات واستعيل الحفاظ على هذه الصدارة وتمكين مملكة البحرين لتصبح في مقدمة الدول في هذا المجال تشتمل الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات التي اعتمدها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ثمانية محاور أساسية وهي تطوير البنية التحتية لخدمات النطاق العريض الشامل فائقة السرعة تعزيز المنافسة المستدامة في خدمات الاتصالات المتنقلة وتطوير الشبكات والأنظمة لتقديم أفضل الخدمات تحديد وتخصيص الطيف الترددي بكفاءة وتطوير البنية التحتية اللاسلكية بحيث يكون هناك الاستخدام الأمثل للطيف الترددي الذي يعود بالنفع على القطاع وعلى مملكة البحرين تعزيز أمن الشبكات وخدمات الاتصالات الإلكترونية ورفع مستوى وعي المستهلكين مراجعة وتحسين الربط الدولي لشبكات الاتصالات تحسين وتعزيز النفاذ إلى تطبيقات وخدمات الانترنت بالإضافة إلى تطوير مملكة البحرين كمركز إقليمي لتقنية المعلومات والاتصالات بالإضافة إلى تحسين مركزها في مؤشرات الاتصالات الدولية وبناء القدرات المحلية في قطاع الاتصالات ومراجعة قانون الاتصالات لتحديث القانون لمواكبة تطورات القطاع الحديثة وبمجب القرار أعلى ستقوم وزارة المواصلات والاتصالات بالمتابعة مع الجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق سياسات الخطة الوطنية الرابعة للاتصالات على مدار السنوات الثلاث القادمة